عطلت الحكومة البريطانية الجديدة التي يتزعمها حزب العمال قراراً كان قد مرره رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك في مجلس العموم يقضي بترحيل الألاف من طالب اللجوء من أراضي المملكة المتحدة إلى رواندا قرار الحكومة الجديدة لقى ترحيباً كبيراً مع تساؤلات عن الجدول الزمني الممكن تعينه لتعديل أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في البلاد يعيش سهايب الفارو من سوريا مصيراً معلقاً في بريطانيا مثله مثل أكثر من خمسين ألف مهاجر غير شرعي كان من المفترض ترحيلهم إلى رواندا تبعاً للحكومة السابقة وفي ظل حكومة جديدة لا يعرف سهايب المحتجز السابق لدى داعش ماذا يفعل بعد أكثر من عامين من الانتظار؟ أنا جيت إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة من البحر من مضيق دوفر اليوم صار لتقريب السنتين في بريطانيا كنت معرض للترحيل إلى رواندا لما كانت خطة رواندا سارية المفعول وكان هذا خطر حقيقي عدد من الأشخاص أصلاً هربوا بسبب هذه الخطة أحد الأشخاص أيضاً اللي تم احتجازهم بعد ما تم احتجازهم من السلطات نفسها خرج من السجن وجد بأنه ما له سكن 590 مهاجراً مثله وصلوا سواحل بريطانيا الأسبوع الماضي ما بين الثامن والثاني عشر من الشهر الجري مع وصول أكثر من 6000 مهاجر غير شرعي خلال هذا العام حكومة العمال صحيح أن نستفشر خير بأنهما وصلوا للحكومة أنهما كانوا قدموا عود تصب في مصلحة طالبي اللجوء لكن ما في خطة واضحة يعني للحظة ما في أي مخطط حقيقي حتى تحل المشاكل هذه وبدت بطلبات اللجوء المتراكمة اللي وصلت أكثر من 100 ألف طلب اللجوء هذول مو أرقام هذول أشخاص رئيس الوزراء الجديد كان قطم أن المهاجرين بأن قانون رواندا دفن على حد قوله لكنه قبل انتخابه بأيام صرح باحتمالية إعادة اللاجئين إلى بلادهم ما أثار غضب مهاجرين وأدى إلى استقالات داخل حزبه أطلقت وزيرة الداخلية الجديدة صراحة 220 لاجئا من مراكز الاحتجاز كان من المفترض ترحيلهم في هذا الوقت إلى رواندا لكنها لم تحدد بعد كيف ستتعامل حكومتها مع هجرة غير نظامية مستمرة براء العزاوي المشهد لندن